خطفت ابنة مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، ماريا جوارديولا، الأنظار مرة أخرى وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية خلال الاحتفال بتتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه، وتوج مان سيتي عقب فوزه المثير على نادي ويستهام يونيتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثمانية وثلاثون والأخيرة من المسابقة ونشرت ماريا جوارديولا صوراً لها خلال احتفالات مانشستر سيتي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهي ترتدي الكوفية التي أصبحت رمزاً للتضامن مع القضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى ارتدائها قلادة حول عنقها تحمل عبارة فلسطين حرة ولا يعد هذا الموقف الأول بالنسبة لبنة المدرب السابق لفريقي بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني إذ إن ماريا مساندة معروفة للقضية الفلسطينية وبالتحديد منذ بداية حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وتسببت في استشهاد آلاف الأبرياء وأظهرت ماريا جوارديولا دعمها للشعب الفلسطيني سواء كان ذلك عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بوقف الحرب على غزة اشتركوا في القناة